الحرب الروسية على أوكرانيا أفدى عمدة العاصمة الأوكرانية بوقوع عدة انفجارات في العاصمة كييف وضواحيها وذكرت وكالة فرانس برس أن أربعة انفجارات دوت في العاصمة الأوكرانية حيث أصيب مجمع سكني بالقرب من وسط المدينة ما أدى إلى اندلاع حريق دون ذكر معلومات عن ضحايا محتملين يذكر أن العاصمة الأوكرانية كييف لم تشهد قصفا منذ نحوه شهرين بعد السيطرة الروسية الكاملة على مدينة سفير الدونيسكا الاستراتيجية الشرقية أوكرانيا فر المدنيون من المناطق القريبة من المدينة ونقلوا مشاهدات ما عايشوه من لحظات خلال القصف الأسبوع الماضي كان مرعبا وبالأمس لم نعد قادرين على تحمله شكرا للجنود الذين أخلونا من هناك كان هناك الكثير من القصف والعديد من المنازل المدمرة كان لدى أمي الكثير من الشكوك ولم تكن أمي متأكدة مما إذا كان من الممكن المغادرة ولكن كل شيء ممكن إذا أراد المرء ذلك الطائرات تحلق باستمرار من المستحيل النوم وهي تحلق على ارتفاع منخفض جدا عندما استلقيت على أريكة بالقرب من نافذة ونظرت كانت الطائرة منخفضة جدا لدرجة أنني تمكنت من رؤية الطيار الصوت كان مروعا إلى ذلك ماذا تعني السيطرة الروسية على مدينة سيفيرو دونياتسك عسكريا وكيف ستستفيد موسكو من هذا النصر بالمفهوم الاستراتيجي على الأرض بعد أسابيع من قصف روسي حولها إلى أنقاض باتت مدينة سيفيرو دونياتسك الاستراتيجية تحت سيطرة القوات الموالية لروسيا تكمن أهمية هذه المدينة في موقعها الاستراتيجي حيث إنها تقع في قلب إقليم دونباس الذي تسعى موسكو إلى الاستلاء عليه بشكل كامل بالمفهوم العسكري فإن سيطرة روسيا على هذه المنطقة يعني أنها باتت تسيطر تقريبا على كل منطقة لوهانسك وجزء كبير كذلك من منطقة دونياتسك المجاورة تملك هذه المدينة بمختلف مواقعها جيوبا وثغرات تقاتل داخلها القوات الأوكرانية وبالتالي فإن مسألة السيطرة عليها تعد عاملا مهما للقوات الروسية لاستكمال السيطرة على كامل إقليم دونباس بحسب خبراء عسكريين فإن إحكام السيطرة على هذه المدينة سيفتح المجال للقوات الروسية لعبور النهر الذي يحمل ذات اسم المدينة باتجاه المدن الغربية الاستراتيجية الأخرى في نفس الإقليم ورغم أن طبيعة الجغرافية للمدن المجاورة لهذه المدينة أعلى قليلا منها إلا أن السيطرة عليها يمثل منطلقا مهما للقوات الروسية للسيطرة على مدينة ليستشانسك التي تقول موسكو إن بداخلها قرابة أربعة ألاف عسكري أوكرانية ومنذ أسابيع لجأ العديد من المدنيين إلى داخل مصنع أزوت الضخم للكيماويات في هذه المدينة لكن السبيل الوحيد للخروج هو عبر الأراضي التي تسيطر عليها روسيا